بسانتي دكتور بير حاج موجود معنا اليوم اختصاصي امراض صدرية وحساسية عند الاطفال اكيد رح نحكي عن زمن الكورونا وتأثيره على هل انواع من الامراض خاصة عند الاطفال وخاصة انه عم نحكي عن بداية سنة دراسية وايام رح تكون بالمدارس ويرجعوا يجتمعوا الطلاب اهلا وسهلا فيك مرسي اهلا فيك دكتور حاج قمتل لي شو قبل هوا في كتير مسكنسابشن بالموضوع خاصة لما منحكي يعني عن امراض صدرية ومنعرف انه الكورونا بتسيب الجهاز التنفس فرح يكون في خوف طبعا واذا كان في حساسية رح نحكي عن الموضوع باذا كان في رابو يعني كمان الخوف بيكون اكبر مظبوط هلا اذا بتشوفي على الفيسبوك والناس بيعملوا شير لكتير ارتكلس مش كتير مظبوطين ولا كتير اخبار منها كتير مظبوطة بهمني يعرفوا انه حتى لو في عندهم مشاكل تنفسية فيه احتمال نقدر نرجع فيه على المدرسة يعني احنا الولادي اللي ممنعوا ان يرجعوا على المدرسة هنولادي اللي عندهم امراض مناعة لانهوضي شو ملقتوا اذا لقتوا انفلونزة رح يعملوا تعقيدات ورح يكون نفسهم ضيق رح يتعبوا مش بس الكورونا هو رح يتعب له نفسهم بينما الولادي اللي عندهم ربو يلي هي اكتر شي شائع لان اكتر مرض بالجهاز التنفسي هو الربو والربو عند الاطفال منه ربو حاد يعني بس عندنا 3 بالمية ربو حاد احنا منقسم الربو عند الربو الخفيف المتوسط والحاد الحاد هو الوحيد اللي ما بيقدروا على المدرسة بس اصلا بقيامات العادية وطب يكون ربو حاد ما في روح على المدرسة كيف بزمن الكورونا بين الولادي اللي عندهم ربو خفيف أو ربو متوسط وعم ياخدوا لأدوية طبعيتهم بانتظام مسيطرين على العوارض طبعهم بانتظام ما عندهم مشاكل يعني اخر مرة عملوا ازمة صدرية ميرق عليا 6 شهر او 9 شهر الخبرية هذو بيقدروا روحوا على المدرسة عادة يعني بيقدروا يكملوا العلاج طبعيتهم للربو وروحوا على المدرسة والدراسات يلي صرنا اوكي صرنا ساني بالكورونا لحد دي تالي ما لقيوا انه هوضي الولاد بيعملوا مشاكل اكتر من غيرهم لقيوا انه الربو الحاد هو اللي بيعمل مشاكل مع الكورونا اذا لقتوا اذا لقتوا ما هنعم بياخدوا الأدوية طبعيتهم البخخات بينزعجوا بس فترة أسبوع بس ما بيعملوا دقيقة نفس بيوصل الوفاة هذا اهم شيء بينما الربو الحاد اذا لقتوا يلا فيروس بالجهزة التنفسة رشحة وشو ما كان رح تعمل تعقيدات الكورونا رح يزيد المشكلة سوءا بس بالمشاكل الحاد اذا الربو خفيف او متوسط نتعامل معهم مثل حيالة صح متحالة ولا تعادل لانه المضعفات منا ما رح يعمل مضعفات بيبقى انه هل فعلا قدين نرجع ولادنا على المدرسة بالوقت الليل ارقام عم تكتر مبدئيا مع التحفز على دايما اذا مزبوط ولا مش مزبوط هل قد ولا مش هل قد يعني الحديث كتير رح نعتبر ان هيدا الارقام الموجودة بالبنين المزبوطة لحد دي تهلأ نحن مقدر نعرف ان صار فيه بين عمر السفر والعشرين تقريبا ثلاثة واربعمائة واحد ولد بين السفر والعشرين سنة طالع التاس طبعيتهم ايجابي نسبة الوفيات عند هدول الاشخاص واحد وحيد والشخص ياللي توفى جمعة الماضي شخص وحيد توفى عنده لثيمي يعني ما بننسى ان السرطان هو اصلا بحد زيته بعرضك لا تموته يعني ما انك ناطر الكورونا لتعملت تعقيدات وتتغفى حيالا مضاعفات حيالا مضاعفات ممكن تعاملية فبقى لتلتة الاف واربعمائة البقوة طلع التاس طبعهم ايجابي عملوا عوارد كتير خفيفة والاهم من هذا كله انه انتقلت العدوى لقلهم من الكبار يعني ما عم بينقلوا هن العدوى لبعض وبالعالم حديث لان في كتير دول بره بلشوا بالمدارس قبلنا في دول بلشت بنص قاب دول بلشت بأول قيلول العدوى بقلب الصف ما عم تنتقل لان عم بينطبه ونحن عنا طالبة وزارة الصحة انه نبعد الولاد عن بعض والمدارس اخدت انه رح يكون نص عدد الطلاب التلميذ بعض عن بعض وجابرتهم يلبسوا كمامة من عمر الست سنين وما فوق تحت الست سنين عن كتير صعب من خاف يختنوا فيها بحتوها بتمل وبيلعبوا فيها من الست سنين صار واعي شواء الولد اوكي بس ما بتأثر عليه بأي طريقة هالكمامة للولاد انه بتضيق الخلق ويمكن يستعملوها غلط يمكن يلعبوا فيها كل البهمن ما يتبادلوها بين واحد والتاني وخبريت انه الكمامة بتعلي نسبة السقدو بالدماغ وبتخلي الدماغ طبعنا يموت فيه خلايا وبتخلي يصير في عنا التهابات متكررة كان نحن اطبه اكتر ناس عنا خلل بالدماغ طبعنا وعنا التهابات رئوية متكررة انه احنا من وقت بلش نتعلم نلبس هالكمامة ونقعد بالبلوك اوبراتوار كل النهار والمرضات انه معلاش نكون وعين قبل ما نصدق شو ما كان بتعود الواحد بعدين عن كمامة تتعود ايه لانه بس لك انا بنصح شغلي الاهل انه لابسوا لا تكون كمامة ايه بس مش ضروري تجيبونه الكمامة الشيروجيكال معلاش هتركوا لقلنا الكمامات اللي بتجيبونه للوات خليكونوا قماش ويكونوا طاق واحد هيك الولد ما بتضيق له خلقه ومنتأكد انه ما بدأ اكتر من هاي كان ما بدأ اكتر هو الهم كله بس ما يطرشوا بزاق لبعضهم ومعروف عالميا انه الولاد الصغار كمية البزاقية اللي بطرشوها لبعض هنو عم بيحكوا كتير ضئيلة بما انه كتير ضئيلة يعني كمية الفيروس اللي بقلبه كمان عم بتكون خفيفة يعني ما اننا قادرة تنقل عدوى من واحد لواحد بينما احنا الكبار اذا عطصنا او حكينا عم نطرش بزاق عم متر متر ونص وكمية الفيروسات بقلبه كتير كبيرة كرم الهاكم نعدة يعني الولاد اذا غطيناه نتمون بقماشي خلصت الخبرية ما بدأ اكتر من هيك وحتى اذا الولاد فاتوا على الصف وقاعدين وابعاد عن بعضهم فيهم يشلحوا الكمام بقلب الصف لانه قاعدين بعاد وكل واحد عطبطه اذا مش عم يتجولوا اذا ما عم يتجولوا وحتى بعتقد المدرس رح تمنعهم يتجولوا بقلب الصف وما رح يكون فيه انه طلع على اللوح وعمول وشارك كل واحد عكرسته هو بمطرحه هيك قد ما فينا منخلي الولاد ما يختلطوا مع بعض وما بينتقل العدوى من واحد للتاني دكتور كمين بس الخوف انه اذا هالولد اخذ الفيروس ولو كان مع مأثر عليه بشكل يعني كبير انه يكون عم ينقل للبيت وبالبيت بل كيكون فيه اشخاص ما عندهم مناعة ولا اشخاص كبار بالسن وإلى آخره مظبوط هون بيجي الدور الاهل وانه اهم شيء يعملوا مراقب للولد ويكونوا الولد واعي على الست سنين مش رح يكونوا كتير منطقي ويحملوا مسؤولية الولاد يكونوا الاهل كتير منطبين عند اقل حرارة عند هيدا الولد او اقل عوارد من رشح او سعلي او شوية اسهيل او استفراغ او ديئة نفس لان مشكلتك بالكورونا بيعمل كزا جهاز بذات الوقت ما يستلشقوا انه اوكي بعطيه باندول بوطيله حرارته وبوديه هاودي ما يستلشقوا فيهم ما يبدون الولاد وقتا بيكونوا هيك على المدرسة وحتى وقتا بيكونوا تركينهم بالبيت تموا فيهم بطريقة مباشرة وبعدين ما نخاف من الصغار لان لتلك قد ما يسعلوا ما بيطرشونا بزي وما بيكونوا عندهم كمية فيروسات كتير كبيرة هلا اوكي ما فينا نتجنب بس انه قد ما فينا من هيبا نعيش مع الموضوع يعني ما عندك السنة وبتخلص يعني اكيد عنا فترة طويلة ما نتابع هالموضوع بعد هالواقفة سنتين مع دكتور بير حاج عم نحكي عن عودة الاطفال الى المدارس خاصة الاطفال اللي عندهم حساسيات او امراض صدرية او رابو الحساسية شو وضعوها الممكن كمان نخلطها هل الحساسية بالجهاز التنفس يعني اذا بس بالانف او بالعيون ما بتعرضك لخطورة مع الكورونا بس ممكن غالبت فيها لان اذا الولاد عنده حساسية على الغبرة بفترة هلأ بده حطه السجاد وهيك رح باليش عطس كتير ورح يرشح ورح ينزل ورح تبطل تعرف تفرق بس بودوا يعرفوا ان الكورونا في حرارة اكيد يعني كرملك الحساسية لحالة ما بتعمل حرارة بان كل شيء التهابات بيعملك حرارة بيضال في الحساسية الرئوية هي الاكتر شيء بيخافوا منها بس اذا عم ناخد الادوية بانتظام وكملنا العلاج وهلأ منظمة الصحة العالمية بتصر انه كل الولادة اللي عنده نربو مانا وقته هلأ نخفف العلاج يعني بطلب من كل الاهل اللي عنده نربو مش هلأ وقته لا تخففوا العلاج ولا توقفوا العلاج لازم تضلكوا نكملون تا يضل وضع الرئوي طبعية لولادة منيح تا اذا لقتوا كورونا بهذه الفترة يضلون كتير منيح وما يتعبوا ويعوزوا مستشفى من بعدها في عنا بيضل في امراض يعني هيدا بهمنا الاهل ينتبهو له اذا عنده الميكوفيسيدوز يعني تاليوف كيسي يلي هو موجود بلبنان هودل الأشخاص اذا لقتوا كورونا انا اكيد وضعهم بيكون كتير تعييس لان طريقة الدفاع طبعا جسمهم تجاهها يلا التهاب منه مظبوط فبقى الولادة اللي عنده الميكوفيسيدوز اذا في عنا احتمال ما يروحوا فيه على المدرسة انا بفضل يضلوا بالبيت ويتعلموا اونلاين الولادة اللي عنده نقص بالمناعة كمان هوده اذا رح معرضين اكتر من غيرهم واذا لقته كمان رح يتعبوا كتير الولادة اللي عنده تشوهات خلقية يعني مشاكل بالقلب طبعا من هني وصغار او مشاكل مالفورمسيون بالروية تشوه رئوي هوده كمان معرضين اكتر من غيرهم وشو ما عملت مرح فيك تحميوني حتى لو كنتي اخذ كل البقاية الممكنة ممكن يعملوا تعييدات فبقى هوده الالترنتيف الانلاين ياخذوا اوبسيون انو ضلوا انلاين هني بالبيت ولكن عامة التلميذة اذا راحوا على المدرسة رح يكون عندهم ريسك لقتهم مثل اي يعني باي ظرف تاني اذا كان مأخوض الاحتياطات اللازمة الاسادزي شو رح يجب نعمل المشكلة الكبيرة عند الاسادزي لان الاسادزي اذا اخذوا معهم الالتهاب رح يتطور عندهم والاسادزي مجبورين يجو كل يوم على المدرسة يعلموا لها الاسادزي مجبورين يحطوا كمامي كل الوقت مجبورين وقتا بديكتبوا بالغرض اللي بيكتبوا فيها لان ممكن تكون في عنا فيروسات موجودة على ايدينا طبشورة اللي بديكتب فيها كمان بدكونوا بغراضهم الشخصية يعني بنا بلش نفوت المبدأ ان كل واحد عنده غراضه لوحده وهذا المبدأ هلا بالمدرسة محال ما أنا بروحها منجرب قد ما فينا نحفظه لأولاده ان كل واحد غراضه بس لأله متل ما بتعملك نشيل لانه بنا نتعايش مع هذا الوضع ع فترة سنة وسنتين ما فينا نضلنا بالبيت وما فينا ما نعلم لأولاد وما فينا نضلنا خفانين بنا نضلنا خفانين تنتوقع بس بنا نتوقع بوعي ونعرف نكون وعين بيهمني الأهل على المسؤولية كتير كبيرة ما يبعث أولادهم إذا محرون أو عندهم حيلا أمراض أو حيلا عوارض لمعلمات والأسادزة بس يحسوا بتعب كتير قوي رهاق واجع جسم شوية حرارة ينتبهوا بل كيكونوا هن لقطين لأنه بره اللي عم بيصير بره أنه التلميذ عم بيلقتوا من الأسادزة طبعا عم بيلقتوا من الأهل طبعا مش من بعضهم بالصف وحتى الحالات يلي عم بيجون عندي على العيادة عم بيكونوا لقطين عم بيكونوا لقطين من أم ونبيون يلي عم بيكون عندهم عوارض فالأولاد ما عم بيعدوا بعدين حتى ملاحظ بفرد بيت ولد مريد ثلاثة البقوي ما بهون شي حتى التست طبعه النيجاتيف دكتور فيه كمانا نصايح بتقول أنه لازم نكون عم ناخد لقاح الإنفلونزا خاصة بهيدا الوقت لحتى اللي ما نكون نحكينا عن الموضوع لأنه لقاح الإنفلونزا لسوق الحظ السنة ما بعرف شو صاير بالبنان مش عارفين إذا حيجي أو ما حيجي الحديث هلأ الشركات يلي بتستورد لقاح الإنفلونزا بعد الحديث هلأ ما عطيتنا كلمتا أنه أيمتا ممكن يوصل والأعداد يلي ممكن توصل بالخارج بلشوا فيه بالخارج بلش بس حتى بفرنسا هلأ بعطونا نورا على البيوت أنه ابتداء من 12 أكتوبر فيكن بالشو تعملوا لقاح للغريب التصنيع طبعيته برا كمان مأخر يعني كمان رح يوصل مأخر عننا الهدف من وراء الإنفلونزا الفاكسي غريب ما بيحميكم من الكورونا هذا شيء كتير خاطئ الهدف طبعيته أنه نحن نقدر نعرف بعدين أنه هذا الولد مطعم للإنفلونزا عامل حرارة أكيد رح أبعته يعمل بي سي أر للكورونا بل كيكون عنده كورونا هل لا أكتر ولا أقل وفي احتمال يعني دي بيستاج بيصير صح وفي احتمال إذا الولد لقتوا H1N1 ولقتوا كورونا بذات الوقت من التوقع يكون وضعهم أسوأ لأنه فيروسين بالجهاز التنفسي أكيد رح يعملون مشاكل أكتر فبقى بس يوصل اللقاح للأشخاص يلي عندهم مشاكل أكتر من غيرهم رح يكونوا عندهم أولوية لأفضل يعملوا لازم يكون عندهم الأولوية والكبار بالعمر كمان لازم يكون عندهم الأولوية بس لأشخاص اللي ما عندهم شي رح يلبسوا كمامة رح يتوقعوا من الكورونا بذات الوقت رح تحميهم الـ H1N1 بس لأشخاص اللي عندهم مشاكل دكتور بيرحاج اقتصاصي أمراض صدرية وحساسيات عند الأطفال ورابو أهلا وسهلا فيك شكرا للمعلومات مرسي لأليك وقفة أهلا ومجرع متابعة لايب